بعد غياب عادت من جديد للفن قرار مفاجئ وعودة في توقيت غير متوقع وجهت هذه الفنانة رسالة قطيرة إلى جمهورها في أول حديث لها لتكشف الأسرار التي خفيت من قبل عن الجميع من جديد عادت الفنانة السورية رباب كنعان مجدداً للوسط الفني ولعالم التمثيل بعد تراجعها عن قرار اعتزالها الذي أحدث ضجة كبيرة ما القصة؟ في نوفمبر لعام 2020 أعلنت رباب كنعان اعتزالها الفن نهائياً ومن خلال حسابها على موقع فيسبوك كتبت رسالة مقتضبة مفادها أنها تركت عملها بدون عودة ولن تقبل بأية أعمال مرة أخرى لتترك جمهورها في حيرة هي لم تكشف الأسباب التي دفعتها لذلك لم توضح رباب وقتها سبب القرار ولكن تسبب نبأ اعتزالها في صدمة كبيرة لعشاقها ولما لا فهي الملقبة لدى الجمهور السوري والعربي بالآنسة وردة نسبة إلى الشخصية التي أدتها في مسلسل جميل وهناء بجزئيه ولاقت استحساناً كبيراً عند متابعيها بحسن إتقانها ذلك الدور ومن نفس المكان عادت كنعان وبعد مرور بضع سنوات لتوجه الشكر إلى جميع من تواصلوا معها ليس للاعتزال ولكن بعد قرار عودتها للوسط الفني مجدداً والعجيب أنها اشترطت هذه المرة لقبول أعمالها أن تكون مناسبة وبشكل لائق وبالمستوى الذي اعتادت عليها حملت رسالتها المفاجئة شكراً خاصاً للفنان السوري قاسم ملحو والمخرجين عارف الطويل وسامي جمادي والكاتب هوزان عكو وبعض شركات الإنتاج كشركة ماهر برغلي ومحمد حمشو انهالت التعليقات والتفاعلات على منشور رباب للترحاب بعودتها مجدداً إلى الدراما السورية معربين عن سعادتهم العميقة بتراجعها عن قرار اعتزالها عالم التمثيل ومتمنين لها التوفيق بحياتها المهنية وقبل الاعتزال كان آخر أعمالها المسلسل السوري أثر الفراشة للكاتب محمود عبد الكريم والمخرج زهير قنوع وهو من إنتاج عام 2019 وظهرت فيه بشخصية أم عنود وعلى صعيد المسرح قدمت مسرحية الريشة البيضاء كآخر عمل مسرحي لها وهي من تأليف وإخراج وليد الدبس وبعد طول انتظار ردت كانعان أخيراً على أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية بعدما سخر أحد الصحفيين العاملين في الموقع من شكل كانعان وتشبيهها بحيوان معاد للبشر نشرت الفنانة السورية عبر صفحتي الشخصية في فيسبوك مقطع فيديو يوثق اسم الموقع والصحفي المحرر وكذلك عنوان الفيديو المسيء لترد بسخرية صار عندي فرصة بالسينما العالمية تفاعل الكثيرون من محبي ومتابعي الفنانة على الفيديو المنشور وأشادوا بجمالها وحسنها ونصحوها بتجاهل التعليقات السلبية والتي تهدف للنيل منها ويبدو أن الأمر استفز مشاعرها بعد محاولة النيل من جمالها والتقليل من صلاحيتها كفنانة لذلك خصصت له منشوراً وحددت فيه كافة التفاصيل في محاولة منها لإحراج الصحفي والرد بطريقة قاسية عليه ومحاولة استدعاء غضبة جمهورها لصالحها ويبقى السؤال الآن هل قرار رباب بشكل نهائي؟ أم أنها قد تتراجع عنه قريباً في حين أنها رفضت أن تكشف الأسباب التي دفعتها عن الانقطاع نهائياً عن الوساط ورفض كافة الأعمال المعروضة عليها